اشتركوا في القناة اول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الفيديو اول باول وشكرا للمتابعين الاوفياء على دعمكم المستمر اذا نذهب الى امازون ثم نحاول ضبط هذه الاعدادات والان ساضع مثلا ثلاث سنوات الى خمس سنوات فاللاحظ معي اخي فهذا نتش جيد جدا لان المنافسة فيه قليلة ثم سوف اختار بعض النماذج لاريكم كيفية انشاء محتوى هذه الكتب فاولا ساختار مثلا هذا الكتاب نحاول ان نشاهد داخل الكتاب فلاحظوا معي اخواني كتاب سهل جدا عبارة عن بطة لكنها مرقمة من واحد الى عشرة فالطفل الصغير يقوم باتباع هذه الارقام ليشكل لنا شكل النهائي للبطة ثم هنا عبارة عن دراجة كذلك يتبع هذه الارقام حتى يصل الى الرقم 10 اذا بما اننا اخترنا رقم 10 اذا فهذا طفل يعني من سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات الى اقصى تقدير وهناك من يختار الحروف كذلك اما كان الارقام لكن نحن في هذا الدرس سوف نختار الارقام اذا هذه هي فكرة الكتاب سوف نحاول ان ننشئ صور مماثلة لهذه العين من الكتب اذا على بركة الله اذهب الى بيكساباي هذا الموقع مشهور ثم اختار مثلا فواكه واحاول اختيار هنا فيكتوريال حتى تظهر لي الرسوم فقط وليس الصور الحقيقية اختيار هنا اذا اخواني كانت هذه مجموعة من الصور التي قمت بتحميلها من هذا الموقع الرائع وقمت بافراغها من الالوان وكانت هذه هي النتيجة النهائية حتى لا اطيل لفيديو فهناك فيديو لمن يريد معرفة طريقة تفريغ هذه يعني الصور من الالوان فليدب الى قناتي في يوتيوب ثم اختار فيديوهات ثم يقوم بالنزول قليلا فهنا سوف تجد طريقتين الطريقة الاولى والطريقة التالية لتفريغ الصور من الالوان اختار التي تبدو لك سهلة ومنصبة لك اذا سوف نعود الى هذه الصور التي قمنا بانشائها فسوف اريكم الفرق حتى يظهر لكم الفرق جالي فهذه هي الصورة الاصلية وهذه هي الصورة التي سوف نقوم باستعمالها اذا اخواني سوف نذهب الى هذا الموقع فهذا الموقع نقوم بتحميل الصورة على هذا الشكل ويعطينا الصورة على شكل رابط حتى نقوم باستعماله في موقع اخر من بعد سأريكم خطوة بخطوة اخواني فاولا اقوم بسحب هذه الصورة ووضعها هنا لمن لم يشتغل عنده الموقع فما عليه الا التسجيل في هذا الموقع فالتسجيل سهل جدا ثم عند رفعك للصورة تضغط على هذه الخناء ثم رفع الملف وستظهر لنا مجموعة من الروابط هنا سوف نستعمل هذا الرابط المباشر نقوم بنسخه ثم اذهب الى هذا الموقع هذا هو الموقع الذي يهمنا في الدرس كامل فهو موقع ندخل فيه الصور العادية ثم يعطيها لنا هو على شكل نقط مسترسلة فمثلا سوف اقوم بهذا الاختيار وانسخ الرابط الخاص بالصورة هنا get image ها هي الصورة كما تبدو لكم اخواني فماذا علي ان افعل اذهب الى draw dots ثم ابدأ التعليم فهنا واحد اثنان ثلاثة حتى انتين فنصيحتي لكم اخواني ان كنتم او كان كتابكم موجه للفئة يعني اقل من ثلاث سنوات فيجب عليك ان لا تتعدى الرقم عشر كما هو مبين في الشكل الذي رسمته اذا عند انتهاءي اقوم بالضغط على هذه الخانة make pdf ثم ستظهر لي النتيجة النهائية اذا هي هذه النتيجة اقوم بتحميلها على شكل تظهر اقوم بالدهاب الى google ثم اقوم بكتابة pdf to jpg فهو اول موقع ادخلوا عليه او ان انتم اردتم هذا الموقع فسوف اتركوا لكم رابطة في وصف الفيديو اخطار هذا الاختيار اقوم بتحميل الصورة ثم convert بعدها مباشرة ينبتق لنا ايقونا بها donald وهي التي سوف نحمل منها عند تحميلنا لها فهي على هذا الشكل اقوم بنسخها ووضعها في ملف الشرح الذي اقوم بشرح به الذي اقوم بتجميع هذه الصور للشرح فيه اقوم بوضعها هنا ثم الان الصورة لدينا بهذا الشكل ما ينقصنا هو داخل هذه الافوكا مثلا لذلك ماذا سنفعل سنذهب الى الفوتوشوب بكل سهولة اقوم بفتح هذه الصورة الاصلية هنا بهذا الشكل ثم اذهب الى افغيغ ثم اختار الصورة الاخرى التي اريد ان اشتغل عليها ها هي فالان لاحظوا معي اخواني ماذا سافعل ساذهب الى الصورة الاصلية ثم اقوم بازالة اللون الابيض بهكذا ثم اقوم باختيار هذه الاتيذ ثم اقوم بمسح هذا الخط لان هذا الخط هو الذي قمنا بتنقيطه ثم اقوم بنسخ هذه الصورة على هذا الشكل كونترول سي ثم اذهب الى الصورة التي قمنا بانشائها كونترول في وبهذا اقوم بتكبير الصورة قليلا بكونترول تي ثم بعدها احاول تركيز الصورة قليلا يمكنك العودة الى الصورة الاصلية لتشاهد كيف تظهر ثم نعود اذا هذه هي الصورة هكذا سوف تظهر والان ما عليك اخي الكريم سوى تحميلها عن طريق ثم اخطار 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 ثم تظهر لنا الصورة على هذا الشكل لكن انتبه معي اخي فيبدو ان هناك شيء نسيناه هنا كتابة تعود للموقع اذا ماذا سنفعل سوف نقوم برفعها في الـ بووربوانت بهذا الشكل ثم ثم الان سأريكم طريقة اخفاء هذه الكتابة فانا كطرق عديدة انا اخطار هذه الطريقة ثم ثم ازالت القادر بهذا الشكل وهذه الصورة انتهت وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من صورتنا اذا اخواني وصلنا الى نهاية الدرس ان اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اعجاب ثم شاركوا المنشور مع الاصدقاء وان كانت هذه اول زيارة لكم للقناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول وادمتم في رعاية الله اخواني الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة